مع تواتر الحديث عن انسحاب أمريكي محتمل من العراق نهاية العام الجاري تزامناً مع جولة رابعة للحوار الستراتيجي بين البلدين وعشية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم لواشنطن لا تخفي العديد من القوى السياسية والمكونات العراقية المخاوف والقلق البالغ من الخطوة الأمريكية المرتقبة وبين مؤيد ومعارض انقسم المشهد السياسي العراقي إزاء موضوع الانسحاب الأمريكي الذي يتصدر جدول محادثات الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد المعارضون للانسحاب يرون أن القوات الأمنية العراقية بكل مكوناتها بحاجة إلى التدريب والاستشارة الأمريكية لا سيما وأن العراق لا يزال يشهد عمليات إرهابية في بغداد والمناطق المحررة وبالتالي فإن انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية يشكل خطاراً على البلاد وتضغط قوى سياسية عدة على حكومة رئيس الوزراء مصفى الكاظم بشأن ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد وصدت وقعات بأن العراق سيشهد خلال الفترة المقبلة ليعلانوا عن انسحاب دفعة جديدة من الجنود الأمريكيين ليتراجع العدد الكلي للقوات الأمريكية في البلاد إلى قرابة ألفين عسكري أكثرهم سيكون تحت عنوان مدربين ومستشارين ولن تكون لديهم أية مهام قتالية فإن المعارضين للانسحاب يتوقعون عودة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطليقها الجماعات المسلحة على القواعد الأمريكية والسفارة بعد نتائج الجولة الرابعة ما يعني أن العراق سيكون بين مطرقة داعش والسلاح المنفلت المقبلة